لم تفكر تونسية نعيمة أجلسي صاحبة ورشة خياطة كثيراً حتى تقرر تخصيص عمل ورشتها بالكامل لصناعة الكمامات الطبية ذات الاستخدام الدائم بعد تفشي فيروس كورونا في تونس ورشة خياطة في تونس وجوه العاملات فيها توشحت بالكمامات التزاماً بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد سرعان ما تحول نشاط الورشة كله لتصنيع هذه الكمامات بعد زيادة الطلب على هذا المنتج لكبح جماح عدوى الوباء صاحبة الورشة سعت لهذا خدمة لمجتمعها لا سعياً وراء الربح حبيتنا التطوع حبيتنا عاون بلدية متاعنا اتصلت بالسيد سيواسف المديوني رئيس بلدية متاعنا هو شجعني بش نخدم الكمامات هذوما للمواطنين متاعنا لهنا وللأعمال البلدية متاعنا والجمعياتنا والمنطقة متاعنا بصفة عامة بالتعاون مع عدد من السيدات وبتشجيع كبير من السلطات المحلية تنتج الورشة أكثر من مئتي كمامة يومياً وتقوم بتوزيعها مجاناً على عمال النظافة ورجال الأمن وقوات الجيش بالإضافة لمن يحتاجها من المواطنين ماذا بنا يد وحدة نعاون بعضنا نقفل بلدنا ماذا بنا الوباء ذا يا ربي يرحمنا منه وإن شاء الله خير إن شاء الله إن شاء الله أنا نعاون بمجهودي نعاون بلي عندي بلي نقدر مبادرة نعيمة واحدة من مبادرات متعددة في تونس فالكمامات المستوردة التي تستعمل لمرة واحدة لا تطيق ميزانية معظم العائلات هنا تحمل تكاليفها ولهذا فلابد من توفير بديل محلي مناسب يمكن غسله وإعادة استعماله ولم يعد هناك غنى عن استعمال الكمامة في هذه الظروف خاصة لمن يضطرون للتعامل مع عدد كبير من المواطنين كيف برشة خياتات في البطان كي جاءت الجائحة هذه الكورونا التوعوا التصلوا بها قالوا نحن مستعدين نعملوا لليبا فيت فنفرقوها على المواطنين والعمل بتاع البلدية والمجتمع المدني والمنظمات التي تنشط في الكياس وقاعدة تتعاون في البلدية تخوض تونس حربا ضارية ضد فيروس كورونا المستجد وفرضت السلطات حظرا كاملا لاحتواء الوباء الذي أصاب المياد